في سورة الشمس وآياتها يشريق في الأرواح برهانها إذا تلتها أنفس تكتمي ويرتقي السماء إنسانها فيها لآل المصطفى حكمتون جوهرها المهدين وعنوانها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قد أفلح من زكاها التعليم الآخر الذي نستفيده من الآية المباركة أن النفوس كلما زكت إحسانها إحسانها وخيرها ونفعها عمّة في هذا الوجود في الوجود الإنساني وفي غير الوجود الإنساني وهذا أحد أسرار السلسلة الوجودية في مقامات العباد كلما تشبه العبد بصفات الخالق زكاة فاتخذه الباري عز وجل واسطة بينه وبين العباد خيره ونفعه وبركته تصل عبر هذه الواسطة النبي والأئمة عليهم السلام بأرواحهم النقية التقية الطاهرة الله عز وجل جعلهم واسطة بينهم وبين الخلق واسطة في التكوين وواسطة في التشريع كلما يكون التشبه أكثر سعة الواسطة تكون أكبر في المؤمنين كلما كلما تشبه المؤمنون بالنبي والأئمة عليهم السلام وأخذوا من صفاتهم زكوا أيضا وكانوا واسطة بينهم وبين الناس هناك قامات عالية جدا في هذا المقام من الرجال والنساء يشهد العالم بأنهم باب من أبواب الله عز وجل بأثر اتصافهم وتشبههم بالنبي والأئمة عليهم السلام العباس عليه السلام مثلا نموذج علي الأكبر نموذج آخر السيدة زينب نموذج ثالث أم البنين نموذج رابع وهكذا سلسلة من القمم الإنسانية العالية هم دون رتبة المعصومين الأربعة عشر ولكنهم بتزكية نفوسهم بنقاوة أرواحهم وطهارة قلوبهم صاروا من أبواب الله تبارك وتعالى أثرهم في هذا الوجود يشهد به القاصي والداني العلماء الربانيون أيضا رتبة ثالثة تأتي العلماء الذين زكوا أنفسهم طهروا قلوبهم هم مصدر للخير وللنفع بين الخليقة بين الوجود لا يستغرب الإنسان هذه الحقيقة المؤمن المتقي عند الله عز وجل أشرف وأكرم عنده من الكعبة والكعبة بيته والمؤمن عبده فإذا صار المؤمن متقيا الله عز وجل أعلى شأنه حتى على الكعبة وأن المؤمن الواحد إذا يكون في بلد أو يكون في قبيلة أو قرية يدفع به الله تبارك وتعالى أنواع البلايا المؤمن الواحد المؤمن الواحد فما بالك بما كان عالما ربانيا ومؤمن ومتشبه بالنبي والأئمة عليه السلام مقامه في هذا الوجود مقام جدا عظيم خيره ونفعه عام لو خرج الناس من غفلتهم أدركوا هذه الحقيقة وفي كثير من الأحيان لا يشعرون بها إلا إذا فقدوه ولذا إذا مات المؤمن الفقيه بكت عليه السماء أربعين صباحا لأن الملأ الأعلى السماء والأرض تعرف قيمة المؤمن الفقيه هذه الحقيقة التي نقولها القرآن الكريم أشار إليها في آيات عديدة من الآيات هذه الآية المباركة يقول عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين هذه الآية ستة وخمسين من سورة الأعراف فيها نكتتان مهمتان هذه الآية وتدلل على هذه الحقيقة التي نذكرها الأولى أن الرحمة هنا جاءت بالتاء الطويلة مو بالتاء المربوطة إن رحمة الله بالتاء الممتدة مو الصغيرة المرتبطة بالكلمة ثم قريب مع أن الرحمة مؤنث والمفروض تقول الآية إن رحمة الله قريبة من المحسنين محسنين ولكن الآية تقول قريب من المحسنين بهاتين النكتتين نشوف إيش قد أكو بها دلالة على هذا الأمر الذي ذكرناه التاء الطويلة تفيد امتداد وإنبساط الرحمة على كل شيء بخلاف المربوطة هذا في فهم الألفاظ والمعاني يدرك هذا التاء المربوطة منبسطة في المعنى هم هكذا تفيد أن الرحمة منبسطة على من على المحسنين من جهة أخرى بناء على أن القرآن بألفاظه بقراءته وبكتابته توقيفي وهو هكذا نزل كما هو التحقيق الذي حققناه في محله الله عز وجل في اللغة وإن كانت الرحمتاءها مربوطة ولكن في القرآن قد تأتي منبسطة لأن القرآن حج على اللغة وليست اللغة حج على القرآن نحن يجب أن نفهم القرآن نفهم مقاصد القرآن لا نقيس القرآن على اللغة التي نحن نعرفها القرآن هو الحج واللغة خاضع إليه إذا أخضعنا القرآن إلى اللغة خرج عن كونه كتابا إلهيا الكتاب الإلهي فوق المخلوق فوق عقول المخلوقين إذن الآية المباركة تقول إن رحمة الله بالتائل منبسطة الطويلة قريب لا قريبة هنا أهل التفسير ذكروا توجيهات كثيرة وعديدة لماذا ذكرت الصفة هذه مع أن الرحمة مؤنثة كثير من هذه الأقوال لا تخلو من تكلف لا تخلو من تكلف وفي الحقيقة لا داعية لها إذا رجعنا إلى الرحمة في مفهومها ومصداقها إن حلت القضية لأن الآية تقول إن رحمة الله قريب من المحسنين لا يريد بها مفهوم الرحمة لأن مفهوم الرحمة قضية ذهنية تكون قريبة من المحسنين لا معنى لها إذن شنو المراد مصداق الرحمة 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 الحقيقية هي القريبة من المحسنين وأعلى مصاديق الرحمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده الإمام المعسوم إذن الآية كأنها هكذا تقول إن رسول الله قريب من المحسنين والله عز وجل سمى رسوله المصطفى بالرحمة أرسلناك رحمة للعالمين وفي النصوص الشرعية كثير ما ورده تسمية النبي بالرحمة حتى تقرؤون مثلا في دعاء الافتتاح بمناسبة هذه الليالي يذكر في الدعاء الصلاة على النبي وعلى أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء ثم على سبطي الرحمة وإمامي الهدى سبطي الرحمة منه يعني سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وصفه بالرحمة فالآية المباركة تقول إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة الله مصداق الرحمة الإلهية في هذا العالم هو رسول الله صلى الله عليه وآله لزكاء نفسه وطهارة قلبه هو قريب من الله تبارك وتعالى وهو قريب من الخلق أيضا فاتخذه الله تبارك وتعالى واسطة بينه وبين خلقه بينه وبين عباده بهذا المفهوم يتضح الجواب عن هذا السؤال ولا داعي لكل التكلفات التي صنعها أهل التفسير في القضية إذن وجود النبي والإمام في الخلق من الناحية المعنوية كوجود الشمس في هذا العالم وفي الآيات الأولى من هذه السورة تعرضنا إلى هذا الأمر وهذا المعنى كل من يدخل نفسه ويقترب من هذه الرحمة ومن هذه الشمس ينتفع والذي يعرض عنها هو الذي يحرم نفسه من خيرها ومن بركتها ليش؟ لأن الآية هم هكذا تقول قريب من المحسنين مو من المعرضين الذي يحسن في معتقده والذي يحسن في عمله والذي يحسن في أخلاقه يزكي نفسه على المعارف الطيبة والأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية رحمة الله قريبة منه يتشبه برسول الله صلى الله عليه وآله ويتشبه بإمامه فيكون واسطة بينه وبين العبد باب من أبواب الله تبارك وتعالى في آية أخرى يقول عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أليست التقوى من الأمور الحسنة؟ إذن شنو يقول والذين هم محسنون مقال الذين اتقوا والذين هم محسنون إذن هذا الإحسان مرتب فوق التقوى أعلى بعد من التقوى الله عز وجل يكون مع المحسنين هذه المعية معية المصاحبة والمحبة يكون الإنسان المتقي والمحسن في معتقده في عمله في أخلاقه يكون مع الله تبارك وتعالى يصير باب من أبواب الله تبارك وتعالى إذا كان هكذا الله عز وجل يهديه إلى أفضل غاياته ومنافعه يوصله إلى أفضل مقاصده من هنا يتضح أن كل من يطلب الله عز وجل يهديه ويوصله إلى مقاصده لاحظوا مثلا أصحاب الكهف الله عز وجل يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا إذن هم كانوا على هدا كانوا مؤمنين الله عز وجل زادهم هدا إذن كم هداية عندهم عندهم هدايتان واحدة سبب للثانية الهداية الأولى اختيارية آمنوا بالله آمنوا بربهم هذا باختيارهم آمنوا من آمن بالله باختياره وطلبه يزيده هدى بهداية لطفية يقربه أكثر يجعله بابا من أبوابه في قضاء الحوائج وإيصال النفع والخير إلى الناس هذا إذا كان مؤمن فما بالك بالعالم الرباني في آية أخرى يقول عز وجل الذين اهتدوا زادهم هدا إذن هدايتان للإنسان أكون هداية أولية اختيارية وهداية لطفية هذه الهداية اللطفية معلولة للهداية الأولى فكل من يطلب الله عز وجل ويسعى إليه يهديه ويوصله إلى مقاصده هذه الحقيقة نقولها لشرايح من المجتمع منهم الملاحدة كل من يزعم أنه ابتلي بالإلحاد إذا طلب الله عز وجل حقيقة وأراد المعرفة الله عز وجل يهديه بأدنى التفات بأدنى تأمل لاحظوا أكو قضية هذه جديرة بالكلام هنا نحن في طلب العلم في مختلف جوانب العلوم حتى نتعلم العلوم لابد ندخل مدارس ومعاهد وجامعات نحضر عند أساتذة حتى نتعلم وكلما كانت المعلومة أصعب وأعقد طلبت أساتذة مهر أكثر واستغرقت وقت أطول وجهد أكبر للوصول إلى هذه المعلومة الصعبة المعقدة أليس هكذا في العلوم والفنون أدق حقيقة في عالم الوجود الله عز وجل الحقيقة الإلهية أبعد الحقائق عن الأذهان هي ولكن الوصول إليها بأيسر السبل وهذه فرض قضية تخالف قواعد العلم في قواعد العلم كلما اتعقدت المسألة احتاجت جهد وتعب أكثر حتى يصل إليه الإنسا أما معرفة الله عز وجل وهي من أصعب الأمور وأبعدها عن الأذهان بأدنى دليل بأبسط دليل يتوصل إليه الإنسان لا يحتاج إلى تعليم وتعلم لا يحتاج إلى جامعة ولا إلى معهد ولا يحتاج إلى قراءة كتب شوي يتأمل شوي فكر بس إذن لو فكر الإنسان مثلا هذا هذا الإناء الذي يأكل به طعاما والذي يشرب به ماء هذا الإناء كيف جاء إلى يده وانتفع منه هل أثمرته شجرة هل أنجبه حيوان هل نبت من الأرض لا بد له صانع صناعه هذا الإناء خموق اقتطفه من شجرة وانجبه حيوان هذا الإناء الذي يأكله وهو أبسط الأشياء التي يتعامل معها في يومياته في كل أوقاته يتوصل من وجود الإناء الذي ينفعه إلى وجود صانع لهذا الإناء أكو عاقل ينكر هذه الحقيقة الطفل الصغير يدرك هذه الحقيقة والعالم الكبير أم يدرك هذه الحقيقة ماكو فرق الكبير والصغير يدرك هذه الحقيقة فكيف يتعقل الملحد كيف يفكر الملحد الذي يدرك بأن هذا الإناء الذي بين يديه ينتفع به صنعه صانع كيف يتعقل بأن هذا الكون كل بأفلاكه ومجراته وبحاره ومحيطاته وأرضه وغاباته لم يصنعه صانع أدنى شيء إذا فكر به وصل إلى هذه الحقيقة مثال آخر هذا المصباح الكهربائي هذا المصباح يقولون بأن الرجل الذي صنع هذا المصباح الكهربائي اسمه أديسون يقولون هو الذي صنعه خب لا شك في أنه ما توصل إلى صناعة هذا المصباح إلا بعد جهود كثيرة وأوقات كبيرة كثيرة وتجارب كثير منها فشلت ولكن بالنتيجة توصل إلى صناعة هذا المصباح وإذا يراد صناعة هذا المصباح الآن يحتاج إلى مصانع مهندسين عمال مواد مصارف روح تعال حتى يصنعون هذا المصباح وهذا المصباح الذي صنعه أديسون في نفسه لا يعمل يحتاج إلى طاقة خارج عنه تأتي حتى يعطي نفعه يفيد وينطفئ لأدنى سبب إذا حجر صغير رمي عليهم كسر وانطفئ هذا صلص أليس كذلك هكذا العالم يشيد بهذا الجهد الذي قدمه أديسون وهذا الإنجاز الذي قدمه وهو إنجاز عظيم مهم في مجاله يذكرونه في الكتب يدخلونه في المناهج يشيدون بذكره وهذا أمر طيب حسن لأن الإنسان بالفطرة يشكر المحسن يشكر كل من قدم إنجازا قدم عملا هذا أديسون في مصباحه هكذا فهذا العالم الذي يلتفت إلى عظمة ما أنجزه أديسون ويشكره على ما قدم كيف لا ينظر إلى هذه الشمس الحجيبة التي لو أشرقت انطفأت ملايين المصابيح مالأديسون ولا قيمة لها في مقابلها وهي مصاحبة للوجود منذ فجر التاريخ منذ أن وجد الحياة هذه الشمس موجودة ونفعها دائم لا تحتاج إلى طاقة خارج عنها حتى تعطي نفعها إلى الخلق ولا يطفئها أحد تعمل في كل أوقاتها بصمت بلا ضجيج ولا عجيج كيف هذا العالم الذي ينظر إنجاز أديسون ويشكره ويشيد بفعله ويغفل عن هذه الشمس وعن من صنعها ويشكر الله عز وجل على هذا الإنجاز تلاحظون بأدنى التفات يعرف الإنسان أنه في أي موقع يكون إذن الملحد الذي يقول أن الإناء له صانع هل يعقل وهو يحترم عقله يقول هذا الكون ليس له صانع هل من المعقول هذا إلا إذا يقول أنه متناقض في أحكامه إذا يقول أنه متناقض مع المتناقضين ما عندنا كلام نتكلم مع أصحاب العقل والموازين العقلية الذي يرتضي أن السيارة لها صانع وأن الإناء له صانع وأن البناء لها باني كيف لا يرتضي بأن الكون هذا كل له باني وله صانع والعالم الذي يشكر من قدم إنجازا إنسان الإنسانية مثل أدسون يشكره ويشيد به ويقر بفضله لا يقر بفضل الله ويشكر نعم الله عليه فيغفل عن عبادته وعن ذكره ذات القضية هذا في عالم التكويم ذات القضية تقال في العقائد وفي الأديان لاحظوا مثلا اليهود والنصارى إلى اليوم الديانة اليهودية والنصرانية لها حضور في العالم بعد هلقى التطور علمي وفكري ودراسات وعلوم وحقائق أصحاب الديانة اليهودية أقروا بالأنبياء السابقين وقبلوا بها وبالكتب السماوية النصارى قبلوا بكل الأنبياء السابقين والديانات السابقة عليهم وقبلوا بموسى عليه السلام كيف أنكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إذا أدنى أدنى تأمل المسلمين المسلمون جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكثير من المفاهيم والتعاليم جاءهم بالصلاة جاءهم بالصيام بالحاج خمس زكاو هواية أشياء جاءهم النبي قبلوها منه جاءهم بالجهاد جاهدوا ما صدقوه فيما جاءهم به لماذا حينما جاءهم بعلي بن أبي طالب رفضوا قضية هذه كل مسلم إذا يتأمل يلتفت إلى أنه في اتجاه مخالف للموازين العقلية والموازين الدينية والذي يصدق رسول الله بالصلاة والصيام والجهاد ويعطي دمه في سبيل الله خمس رسول الله جاءكم بعلي بن أبي طالب وقال هو الإمام من بعدي هو الخليفة من بعدي صدقتم تلك وكذفتم هذه هذه تحتاج إلى جواب من علمائهم من عقلائهم من أهل الدين فيهم من يطلب الله الله عز وجل يهديه يوصله إلى الحقيقة بشرط أن يطلب الله عز وجل أما الذين يعرضون فمثلهم مثل من أعرض عن الشمس لا ينتفع بها لأن هذا القبول وهذا الخضوع القلبي والتسليم للحقائق هو من مظاهر تزكية النفوس النفس الزكية تأبى التناقض تأبى الاختلاف والتمييز بين الأمور الشياء واحدة لو تقبل برسول الله اقبله بكل ما جاءك به أما تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض الكتاب هذا يحتاج إلى إعادة نظر من الإنسان في الأخبار وارد هذا المعنى أقر جمع كبير من الصحابة بعلو شأن أمير المؤمنين عليه السلام وكان عمر يذم كل أرض لا يقيم فيها علي يذم الروايات موجودة من شاء فليرجع إليها في نفس الوقت الذي يذم الأرض التي لا يقيم فيها علي لا يهتدي بعلي هذا التناقض في الموقف كيف يفسر هذا بعض مفسري العام ذكروا هذه القضية أنا أنقلها لكم حتى البصائر والقلوب تنفتح في واقعة صفين هذه الرواية أنقلها عن مصادر العامة من المفسرين كان عمار بن ياسر في صفوف أمير المؤمنين عليه السلام قضية معروفة وثابت فقتله جنود معاوية العبارات للمفسر وليست لي أنا أنقل العبارة قتل عمار بن ياسر جنود معاوية خب لما أصحاب معاوية شافوا بأن عمار قتل وبعضهم كانوا من الصحابة رأوا النبي وسمعوا حديث النبي تذكروا قول النبي في عمار يا عمار أو ويح عمار تقتله الفئة الباغية ذول الصحابة اللي في صفوف جيش معاوية تذكروا هذا الحديث فأخذوا يتركون صفوف معاوية ويلتحقون بصفوف علية ذول الصحابة أسرع عمر بن العاص إلى معاوية وكان معه معلوم وكان معه في كل الأشياء اللي يدبرها فقال لمعاوية عمر بن العاص فشت فاشية في الجيش إن هي استمرت فلن يبقى معنا أحد هذا الحديث اللي تذكره بعض الصحابة معاوية قال وما هي الفاشية قال تذكر الناس قول رسول الله صلى الله عليه وآله ويح عمار تقتله الفئة الباغية يعني نحن الذين قتلنا إذن نحن الفئة الباغية يعرفون هذه الحقيقة لو يجهلوها فقال معاوية فأفش فيهم سوي دعاية مضادة إنما قتله من أخرجه للقتال هذا اللي بالأمس ذكرت لكم بأن الذين يظللون الناس يشبهون عليهم الأشياء يخلطون شيء من الحق وشيء من الباطل ويقدموه الناس التيل تنظر إلى جهة فيه حق تنظر إلى جهة فيه باطل الدوخ الناس تحتاج إلى بصيرة حتى واحد يعرف الخلل هذا معاوية عكس القضية قال إنما أخرجه قتله الذي أخرجه على أصحاب العقول البسيطة تمر هذه القضية فجاوبه أمير المؤمنين بجواب نقض مفحم قال إذن من قتل حمز بن عبد المطلب رسول الله هو الذي أخرجه وقتله الكفار يقدر يقول رسول الله قتله أبطل ظلالته ودعايته في هذه القضية إذن معاوية وعمر بن العاص ومن كان معهم من الصحابة كانوا يعرفون الحقيقة لهم يعرفوها شلون يصير يقولون نحن نؤمن بالله واليوم الآخر نؤمن برسول الله نقاتل لأجل الدين يأخذون من رسول الله ما ينفعهم ويعرضون عما لا ينفعهم ليش تسكي للنفوس ما ك هالزمان هم هوا يأكو مظاهر ومشاهد وأقوال وأعلام ورجال يأخذون من الدين ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديان إذن الإحسان سر التسكية لابد أن تكون محسن حتى تكون مزكي لنفسك هذا الإحسان فوق العدل العدل أمر واجب ومطلوب ولكن الإحسان فوق العدل لماذا لأن العدل معناه أن تعطي ما عليك وتأخذ ما إليك أما الإحسان أن تعطي أكثر وتأخذ ربما أقل الإحسان عن طيب نفس عن قناع عن رضا هذا هو الإحسان فجد يحتاج الإنسان تزكية حتى يكون محسن في أفعاله في أقواله لذلك قمم البشرية من الأنبياء والأولياء الله عز وجل في القرآن أشاد بهم لإحسانهم وقال كانوا وإنهم من المحسن آيات كثيرة أكو حينما تذكر الأنبياء والأولياء وتشيد بأعمالهم وإنجازاتهم ومقاماتهم تعلل ذلك بالإحسان مثلا إبراهيم موسى هارون راجعوا الآيات في سورة الصافات في سورة النمل في غيرهما من الآيات وكذلك تحدث عن آل ياسين يقول عز وجل سلام على إلياسين سلام هذه القاعدة عند الله عز وجل أنه يسلم على أوليائه وإنبيائه ويعلل هذا السلام وهذا المقام يقول وكذلك نجزي المحسنين كن كن مثلهم يأتيك سلام من ربك وبهذا المقام الله عز وجل يجعلهم واسطة بينه وبين خلقه بابا من أبواب الله يجعلهم اتفق اتفق الخاص والعام على أن ياسين هو اسم لرسول الله صلى الله عليه وآله وآل ياسين هم عترته الطيبة هذا الخاص والعام يتفقون على هذا في رواية ابن عباس أن عمر كان يقرأ هذه الآية سلام على الياسين يقرأها سلام على آل ياسين ويقول هم آل محمد عليه صلى الله صلى الله محمد وهو قول ابن عباس أيضا في هذه القضية ووردت به رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في محاورة الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون العباسي أذكر هذه الرواية وأختم الكلام في معنى ياسين ياسين والقرآن الحكيم في معنى ياسين شنو قال الإمام الرضا صلى الله عليه إن الله أعطى محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لا يبلغه أحد كنها وصفه إلا من عقله يحتاج تسكية للعقل حتى يدرك هذا المعنى وذلك أن الله عز وجل لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء في القرآن الكريم هكذا فقال تبارك وتعالى سلام على نوح في العالم وقال سلام على إبراهيم وقال سلام على موسى وهارون لاحظوا النكتة اللي يشير إلى الإمام الرضا ولم يقل سلام على آل نوح ولم يقل سلام على آل إبراهيم سلم على نوح فقط سلم على إبراهيم فقط سلم على موسى وهارون فقط وقال سلام على آل ياسين السلام لا على ياسين على آله لأن ياسين هو بحسب المصطلح الروائي والمعرفي ياسين داخل في آله مثل أهل البيت ينطبق أولا هو علم على الخمسة الطيبة ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال سلام على آل ياسين يعني آل محمد عليهم السلام فقال المأمون من هو المأمون إل من قتل نفس الإمام الذي يحاوره ويثبت له هذه الحقيقة قال المأمون قد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه أقر بهذه الحقيقة ولكنه شنو حينما تتعلق القضية بمنفعته يقبلهم آل محمد الله يسلم عليهم هم معدن النبوة حينما تتعارض مع منافعه إذن يتحصل من مجموع هذه الكلمة أن النفوس هي جوهر المخلوقات وجواهر المخلوقات كل مخلوق جوهره نفسه وتتميز عن غيرها بحسب إحسانها كل ما يكون الإحسان أكثر والتزكية أفضل المقام هم أعلى والمؤمن العادي إذا زكى نفسه وأحسن صار بابا من أبواب الله لذلك تلاحظون بعض المؤمنين مستجاب الدعوة وله أثر عند الله وكلما ازدادت النفس تزكية وإحسان بلغت المقامات العالية وكذلك نجزي المحسنين فالذي يعرض عن هذه الحقيقة يتسافل في درجاته وهذا ما تشير إليه الآية التالية وقد خاب من دساها هذا هم تفصيله غدا إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين في سورة الشمس وآياتها يشريق في الأرواح برهانها إذا تلتها أنفس تكتمي ويرتقي السماء إنسانها فيها لآل المصطفى حكمة جوهرها المهدي وان 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 وان